مواطن ليه حق وكمان الدولة ليه حق عايزين نريح المواطن وندي الحق كمان للدولة كنا متكلم قبل الواصل عن إنه إحنا محتاجين لكل محل يكوني ترخيص بروح أسأل على الترخيص يقول لي وقفوا الترخيص طب ما أنت بعد كهت جي تقول لي أنت ما عندكش ترخيص يقفل المشكلة هنا تتحلل إزاي أستاذ أشرف ما إحنا قلنا أول الأمر إن واحد بيشتري محل مفروض إن الحي يرد عليه وما يدلوش شهادة باسمه يديه وراء لمن يهمه الأمر المحل ده لا يجوز ترخيص أو المحل ده عشان يرخص يرخص بيع كذا بنشاط كذا يبقى الراجل هو بيشتري عارف إن ده خلاص يشوف محل تاني يشوف مكان تاني يشوف ماندقة تانية يبقى أستثمرات المواطن النهار ده إحنا حافظنا علي يبقى ده ما ياخد محل ويتريكي ما يتعملش به حاجة وأنا كلاول ما سفتش به لإن أنا مش هاخد منه أي ولا ضرائب ولا ترخيص ولا 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 صحيح فالبالقانون الجديد ده أنا لما سمعتها من التكلم على القانون ده من أول إبارح أو إبارح لما قل الإعداد بسط جدا لإن قانون مهم جدا جدا صحيح لإن فيه استثمارات للمواطن كبيرة جدا صحيح فيه محل 100 جنيه وألفين جنيه وعشر تلاف جنيه وفيه محل بيسوى عشر مليون وأكتر من كده صحيح فلازم النهار ده يبقى فيه رولز حقوق وواجبات على المواطن حقوقه إيه وواجباته إيه وواجباته إيه أنت فاهماني صحيح لما نيجي نتكلم في المشروع اتكلم على القواعد اللي هو بيعطي الترخيص حددها إيه تنشأ لجنة عليا للترخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء أصبح هنا رئيس مجلس الوزراء لما يطلع قرار هيبقى شامل للجمهورية مش هبقى كل محافظ يطلع القرار مع نفسه مع المحليات بتاعته لأ رئيس مجلس الوزراء زائد وتصدر قرارها بتشكلها من والمعاملة اللي هي برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية أصبح لنا الوزير الإدارة المحلية هو المختص وعدوية ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العربانية والقوى العاملة والصحة والسكان والبيئة والموالد المائية والرأي والدخلية والقهرباء والطاقة المتقدمة والزراعة والسلوح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والسياح يعني إيه؟ كل الوزارات دي كل الوزارات دي هتقى مجتمع ممثلين في لجنة اللي هو اللي احنا تكلمنا فيه قبل كده الشباك الواحد أنا لما أجي أخذ رخصة مش هروح الحي وهروح للصحة وهروح للتموين وهروح للسكان لا لا القانون ده عشان كدنا أقولك مبسوط جدا بالقانون ده حدد لي الشباك الواحد أنا بروح أقدم ترخيصي ولا هروح وزارة صحة ولا هروح وزارة التموين ولا 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 هتبقى لجنة مشكلة من رئاسة مجلس الوزارة